السلام عليكم أهلا بكم على قناة تعليم اللغة الإيطالية معكم أحمد هلال لنسينيانتي دي لالينجوا إيطاليانا إن شاء الله شباب اليوم هنستكمل اللي إحنا بدأناه من خلال طرح مجموعة من الأسئلة اللي تتناول جميع الأزمنة اللي موجودة عندنا السنة دي في المنهي طبعا إحنا كنا نتكلمنا عن الأسئلة المتعلقة بزمن المستقبل البسيط طيب هناخد دلوقتي أسئلة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بزمن المضارع وهنكمل نفس الطريقة اللي إحنا خدناها في زمن المستقبل طيب نرى مع بعض أول جملة زي ما اتفاقنا يا شباب طالما طالب بين سيادة تكفاء لبقى بنحدد ثلاث معطيات ايه هو الزمن من الفاعل التصريفي كان طيب زي ما تعلمنا في الفيديو الخاص بتاع المستقبل البسيط طيب أول حاجة الزمن بتجيبه من كلمة الدلة فتوتي إفينيج دي هنا معناها كل أيام الجمعة ايه هو حد يقولي ده هنا فاعل لا قلنا قوني أو توتي زائد فترة زمنية كلمة دلة على المضارع يبقى توتي إفينيج دي أشد خاط تحتيها واكتب فيها مضارع يبقى الزمن زمن مضارع طيب لالوسترا فاميليا عائلتنا مين الفاعل؟ طبعا ايه هو حد يقولي نحن لا نحن هنا مالك لكن مش فاعل أنا بقول عائلتنا يبقى الفاعل مين؟ العائلة اللي هو المملوك يبقى لا فاميليا هو ده الفاعل يبقى اسم مفرد من غير فاصلة بيسوي لوي أو لاي يعني الفاعل هيتصرف التصريف الكام؟ التصريف التالت زي الفل يبقى زمن الجملة مضارع فاعل الجملة لاي؟ يعني التصريف التالت يعني أي فعل نمطي هيبقى أخر يا شباب لا إما آه لا إما إيه؟ يبقى احتمالاتي اللي أنا هنزل أختار عليها عايز فعل كلمة واحدة وإما ينتهي بآ أو ينتهي بإيه؟ فهتبقى طبعا جوارداء الأخيرة يبقى كل يوم جمعة العائلة بتاعتنا بتشاهد فيلم كومي جملة الثانية مولتي دي البوبولو إيطاليانا نقط لموزيكا فرانشازي تمام؟ نفس القصة عايز زمن فاعل تصريف هبص هنا بقول الكثير من الشعب الإيطالي فعل متصرف الموسيقى الفرنسية طيب أنا هنا ما عنديش كلمة دلة على الزمن يا شباب يبقى يجوز مضارع ويجوز ماضي ويجوز مستقبل هنا بقى ممكن ننزل تحت أسكولتو أسكولتانو أسكولتاري أسكولتانو هلاقي إن الأربع أول حاجة الفاعل كله تلت تصريفات في زمن المضارع زائد الشكل المصدري يبقى الزائل تصريفات كلها في المضارع يبقى الزمن زمن مضارع بحكم الاختدارات طيب مين الفاعل بقى يا شباب؟ طبعا مولتي هو الفاعل محدش يقول لببلو إحنا طبعا لما يكون عندنا حرف الجر دي رابط اسمين ما ليش علاقة باللي بعد دي ليه علاقة باللي قبل دي لما أجا أقول لك لماضري دي علي والدة علي لماضري دي علي يبقى يكون ولا تكون؟ لا تكون يبقى اللي قبل دي هو ده شغلنا يا شباب سواء فاعل سواء مفعول سواء موصوف يبقى الزمن اتفقنا زمن مضارع والفاعل مولتي فمولتي هنا اسم جامع من غير فاصلة بيسوي هم يعني التصريف السادس في زمن المضارع يعني الفعل هي إما ينتهي بآنو أو ينتهي بإيه؟ بآنو فطبعا للصح تبقى أسكولتانو يبقى الكاسيج من الشعب الإيطالي بيسمع الموسيقى الفرنسي طب السؤال الثالث كي دي فوي نقط الكونكورسو موزيكا علي نفس القص عايز زمن فاعل تصريف ما فيش هنا كلمة دلة على الزمن أنزل تحت هلاقي كله مضارع هلاقي طبعا للتصريف الأول مضارع والتالت مضارع تمام والتاني ده الفعل في الشكل المصدري والرابع ده مستقبل بسيط طيب يبقى كده عندي الفعل تحت في الاختيارات متصرف المضارع ومتصرف المستقبل البسيط زي الفول طب ما تيجي ناخد الخطوة التانية بتاعتنا من هو الفاعل طب بصوا يا شباب نفس السياق اوعى تاخد اللي بعد الدين يعني اوعى تقول لي فوي هنا فاعل لا أم المين الفاعل طيب هي أولا السؤال معناه يا شباب بقول كي دي فوي طيب كي دي مش أداة استفام معناها من يبقى من منكم تمام طيب يبقى عايزة أقول مين منكم هيشارك في المسابقة المسوقية يبقى مين الفاعل يا شباب لا طالما بسأل بكي من يبقى أنا بسأل عن فاعل غير محدد اتفقنا على القصة دي من الفيديو اللي فات معنى كده ان الفاعل هنا طالما فاعل غير محدد يبقى أنا بصرف الفاعل مع هو يعني التصريف الثالث أنا هنا مش عارف مين اللي هيشارك فهصرف مع أنا ولا أنت ولا هو ولا هوم مش عارف مين طالما مش عارف فاعل محدد يبقى انصرف الفاعل التصريف الثالث يبقى طبعا يبقى الفاعل لوي يعني التصريف الثالث يعني الفاعل آخره ايه طبعا آ أو ايه لو مضارع سي را لو مستقبل يبقى طبعا هنا الصح مين بارتي تشيبة الأولى زي الفور يبقى الزمن زمن مضارع والفعل هو طب اربعة اليوم جوليا وانت اليوم آسف طبعا معناها واجباتهم طبعا يبقى انت وجوليا هتعملوا الواجبات بتاعكم طيب الزمن زمن مضارع والفاعل طبعا زي اسم بتسوي يعني التصريف الخامس يعني اي فعل نمط في المضارع هيكون اخر قطي او ايتي او ايتي فطبعا هنا تبقى فينتي التالت اوجي انجروبو داي نقط بوليري الجاردينو زي الفول اوجي زمن مضارع والفاعل زي ما اتفادنا يا شباب طبعا ميش توريستي مش سودينتي يبقى الزمن زمن مضارع والفاعل لوي يعني التصريف الثالث في المضارع يعني الفعل اخر ا او ايه لو ما كانت شاش يبقى الصحة طبعا هنا مين يا شباب هنا فوالي التالتة وممكن ده طبعا تصريف فعل فولاري وهو من الأفعال الخادمة والفعل ده مفروض ان هو فعل شاز ساتر حافظ تصرفات طب ستة زي الفول طيب اولا الزمن زمن مضارع بس هنا في حاجة جميلة خالص ايه هي بقى شباب ان انا عندي في الجملة دي انا عندي فعل ايه فعل خادم متصرف لو فعل دوفاري متصرف مع نحن اللي هي دوبيامو معناها احنا كلنا يجب علينا فهنا فعل يجب صرفته مع نوي تمام يا شباب طب واحنا خدنا قاعدة علمية بتقول ايه ان اي فعل مصرف في اللغة الايطالية الفعل اللي جاي بعديه في الشكل المصدري اي فعل مصرف في اللغة الايطالية سواء فعل فولاري سواء فعل بوتاري سواء فعل دوفاري سواء فعل صباري اي فعل مصرف في اللغة الايطالية شباب اللي بعديه مصدر يبقى انا بصرف الفعل الاولان على حسب الزمن والفاعل واللي بعديه في الشكل المصدري وانا مغمض يعني ايه في الشكل المصدري يعني سيادتك بيكون اخره اري او اري او اري يبقى هنا الجملة هقول ايه هقول توتي ناي دوبيامو فاره يبقى هنا مفيش تصريف طب الجملة رقم سبعة ماريو فا ا الجلاتو كون لي اميتي سيلفول بقول ماريو يذهب ا من اجل نقط الجلاتو الايس كريم كون لي اميتي مع اصدقاء القاعدة رقم اتنين يا شباب اي حرف جر هيجي لسيادتك هيجي بعديه فعل هيكون في الشكل المصدري يبقى كده اخدنا معلومتين امتى الفعل بيجي في الشكل المصدري قبليه فعل مصرف او قبليه ايه حرف جر يبقى هنا بقول لك ماريو يذهب لكي يأخذ ايس كريم مع زميلو يبقى طبعا الفعل طالما قبليه حرف جر يكون في الشكل المصدري يعني اخره قاري او ايري او ايري فهتبقى طبعا مين يا شباب هتبقى بريندري الثالث جوليا ايدينو بينسانو دي نقط لجارة في نالي نفس القصة يا شباب بقول لك جوليا ودينو بيفكروا هنا في حرف جر دي يبقى طبع على طول يبقى الفعل اللي جاي بعديها ايه هتقول ليه متصرف لا هيجي في الشكل المصدري يعني اخره قاري او ايري او ايري فتبقى طبعا مين ارجانيزاري الثالثة يبقى جوليا ودينو بيفكروا ان هما ينظموا المسابقة الختمية فين في ري طيب امي ايد جينيطوري والدية سانو ها بيعرف نفس الفكرة يا شباب ده فعل صابيري متصرف يبقى اي فعل مصرف اللي بعديه مين اللي بعديه مصدر وانا مغمض تبقى بارلاري يبقى مياي الجينيطوري سانو بارلاري الايطالي يعني ملطباني يبقى والدية يجيدوا التحدث باللغة الايطالية بشكل جاي طيب ده كان عبارة عن تسع اسئلة شاملة افكار محترمة جدا لزمن المدارع تعالوا بقى نخش مع بعض على زمن الماضي برضو من خلال مجموعة من الاسئلة لاتفتح لسيادتك يعني افكار محترمة ودينا بنرجع مع بعض ايه اهم الافكار اللي ممكن تيجع على الزمن طيب ايه ياري الفيولونيستا نقط تاردي الكنشارتو طيب تعالوا مع بعض نفس السياق اللي احنا بنحل بيه انا عايز زمن وعايز فاعل وعايز تصريف طيب ايه ياري ده زمن ماضي زي الفل طيب اول سيادتك لما نتكلم عن زمن ماضي يعني انا بتكلم عن زمن مركب يعني انا بتكلم عن كلمتين مش كلمة واحدة يبقى مابدائيا ان التصريف هيكون كلمتين مساعد واسم مفعول طيب ايه ياري زمن ماضي الفيولونيستا اسمه مفرد من غير فاصلة هو اوهية يعني التصريف الثالث زي الفل طيب ما تيجين يفتكر مع بعض كده يا شباب اي فعل هتحط في الماضي التصريف الثالث احتمالته ايه قلنا والله لو الفعل بياخد اسره هتبقى ايه لو الفعل بياخد اغيره هتبقى اه زائد البي بي اللي هو اسم المفعول من الفعل الرئيسي زي الفل يبقى لا اما ايه لا اما اا زائد البي بي طبعا احنا حافظين الافعال اللي بتاخد اسره والافعال اللي التانية بتاخد اغيره اللي احنا مش حافظينه بياخد اغيره ده بشكل عام طيب وفي حاجة تانية يا شباب قلنا الفعل لو خد اسره اسم المفعول هياخد تبعية يعني هيتبع الفاعل في النوع والعدد يعني لو احمد تبقى ايه انضاطه جوليا ايه انضاطه احمد ايه محمد صون وانضاطي جوليا ايه سيلفيا صون وانضاطي يعني نهاية اسم المفعول لكنها صفة بتتبع الفاعل في النوع والعدد طب الفعل لو خد اغيره مفيش تبعية زي الفول يبقى الزمن زمن ماضي والفاعل لو ايه او ليه التصريف الثالث يبقى ايه او اه زي ايدي البيبي انزل تحت الاقي ان هنا ايه طبعا جايب للفاعل يصل طبعا فاعل يصل بياخد اسره زي الفول يعني الاختيار الاول ده التصريف الثالث والاختيار الاخير التصريف الثالث في الماضي بس مين الصح طبعا سيادتك هنا الفاعل خد اسره يعني لازم فيه تبعية هرجع لفيلونيستا طبعا كل الحفيزة هتقولي ده مفرد مؤنس تبقى المفروض ايه اريفاطة الاولى اقول ده غلط هو احنا مش وقدين ان اي اسم ينتهي باستا يمشي مذكر ويمشي مؤنس يعني فيلونيستا دي عازف او عازفة طيب بنحدد ازاي الاسم او اداة التعريف او الصفة هنا ما فيش اسم وما في الصفة لكن فيه اداة التعريف اسمها ايه يبقى ده عازف مش عازفة يبقى هنا الفاعل هو مش هي يبقى التبعية او يا استاذي تبقى ايه اريفاطة طب هل فريد شيلتي الايه لو كتبت له تبقى الاولى صح يبقى ايه اريفاطة يبقى لازم نركز شبابه الكلام ده ينطبق على دينتيستا والجورناليستا واي اسم اخر يستطع 11 بقوله اسيلفيا نقط الماري اياري نفس القصة اياري زمان ماضي بقوله وسيلفيا بتساوي التصريف السادس يعني هم يعني سونو او انو زائد البيبي خدنا سونو في تبعية خدنا انو مفيش تبعية تمام انزل تحت نفس الساق ها يعني سونو انضاط التانية تمشي وسونو انضاط الاخيرة تمشي بس هنا في تبعية طب ولدوا بنت جمع ايه يا شباب جمع مذكر طبعا تبقى السونو انضاط الاخيرة سينيور مارتيني كيكوزا بيرل بورجيتو اياري نفس القصة اياري زمان ماضي سينيور مارتيني لاي صيغة احترام يعني التصريف التالت في الزمن الماضي يعني ايه او ا زائد البيبي خدنا ايه في تبعية خدنا او مفيش تبعية تبقى اللي جابة مين اه دي تشيزو طبعا للتانية جملة رقم 13 تريت جورني فا توتا توتا لامية فاميليا نقط الشينيما طبعا تريت جورني فا فترة زمنية زائد فا الزمن زمن ماضي طيب توتا لامية فاميليا كل العائلة بتاعتي طبعا هنا الفاعل المملوك اللي هي العائلة يعني مفرد مؤنس يعني بتسوي لاي يعني التصريف التالت ايه او ا زائد البيبي تبقى طبعا ايه انضاطة طبعا للعائلة مفرد مؤنس مش جمع زي الفول احنا قلنا طبعا اتفاقنا الكلام ده من الفيديو اللي في السابق لما يكون عندك فاعل مطلوب منك في الاجابة ها الجملة دي ولا فيها كلمة دلة على زمن ولا فيها فاعل بعمل ايه ببص على السؤال السؤال الفعل متصرف في زمن ايه الماضي يبقى زمن الاجابة ماضي تمام طيب وفاعل الاجابة مفيش فاعل محدد ابص على فاعل السؤال رجاتسي فاصلة يعني انتم يبقى الفاعل الاجابة مين نحن قلنا طبعا انت في السؤال انا في الاجابة حضرتك في السؤال انا في الاجابة انتم في السؤال نحن في الاجابة يبقى زمن الاجابة ماضي فاعل الاجابة نوي يعني التصريف الرابع يعني سيامو او ابيامو زائد البيبي يبقى الصح طبعا مين يا شباب سيامو اريفاتي التانية اه التالتة طبعا خدنا سيامو اريفاتي عشان التبعين خمستاشر هنا مش طالب منك فاعل طالب منك كلمة دلة زي الفول طيب أعجيب الكلمة دلة زي أشوف الفعل فين متصرف زمن إيه طبعا أفينيتو ده زمن ماضي يبقى عايز كلمة دلة على الماضي أو بساطو زائد موصوف فترة زمنية زائد فا هنا بديك الصيف يبقى عايز مين عايز الصيف السابق يا شباب يعني منفعش أقولك إيه يري أمس لا غلط تمام يبقى عايز سكورسو أو بساطو بس بالتبعية لأن سكورسو وبساطو دولة صفات يعني بيتبعه الموصوف طبعا الصيف هنا كلمة شزة مفرد مؤنس فطبعا هتبقى مين بساطة التالتة طبعا عايز أجيب سكورسو هتبقى سكورسا بالآ ستاشر الميزي نقط عالي إيه أنداتو الشهر نقط عالي زهب إلى السيني نفس القص عايز كلمة دلة إيه أنداتو ده زمن ماضي يبقى عايز كلمة دلة على الماضي بس هنا من الدين موصوف اللي هو الشهر فعايز صفة يبقى عايز السابق يعني عايز سكورسو بالتبعية أو بساطو بالتبعية طبعا الشهر كلمة شزة مفرد مذكر فهتبقى سكورسو الأولى منفعش للتانية عشان التانية دي بساطة بالنهاية دي تصب جمع مؤنس طيب نفس القصة عايز كلمة دلة يبقى مينة كلمة دلة على زمن إيه؟ طبعا آكو مينشاتو بدأ يبقى فعل يبدأ في الماضي يبقى عايز كلمة دلة على الماضي تبقى تريت جورنيفان تمام يا شباب وكده زي الفول تعالوا بقى ناخد مجموعة من الجمل المتعلقة بزمن المستقبل المرك تمام؟ ده طبعا آخر زمن عندنا في المنجة شباب كواندو لابارتيتا نقط سريمو توتي دي لستالي ها زمن فاعل تصريف طبعا كواندو زمن مستقبل المرك والفاعد لابارتيتا لوي أولاي يعني التصريف التالت يعني صرا أو أفرا زائد البي بي خدنا صرا في تبعية خدنا أفرا مفيش تبعية يبقى الصح مين؟ طبعا صرا في نيتا التانية طيب حد ممكن يقول لي هو فعل ينهي ده احنا مش حافظينه مع إسري مستاذي انا قلت لك ان في بعض الأفعال ممكن تاخد إسري وممكن تاخد أفاري تاخد اللي اتنين إزاي؟ على حسب الفاعل لو الفاعل عاقل هتاخد أفاري لو الفاعل غير عاقل هتاخد إسري فهنا المطش عندما المطش أول لما المطش يخلص احنا كلنا هليبقى نجوم يبقى طبعا يا شباب هنا ايه؟ هنا طبعا المطش ده الفاعل ده غير عاقل يبقى بيسوي لي هي يبقى طبعا اسم المفعول هياخد تابعية مفرد مؤنس تبقى صرافي نيتا وان كان طبعا الصح هنا كواندو لجرى في نقل المفروض يعني تبقى عندما تنتهي المسابقة الختمية كلنا هليبقى نجوم بس مش تفرق في ايه؟ كان من ناحية القواعد يعني طيب 19 بولو بوليرالة سوا كاميرا كواندو إي كومبيتي زي الفل طبعا زمن فاعل تصريف كواندو ده مستقبل مرك ومفيش فاعل في الجملة دي يا شباب اعمليه لما ما يكونش في فاعل محدد ومفيش كلمة تقولك ان في فاعل محدد بالنسبة 90% فاعل الجملتين هيبقوا واحد يعني انا سيادتك هبص على الفاعل الجملتين الاولى واشوف بقى صياق الجملتين هيمشوا بفاعل واحد ولا لا طبعا بولو سينظف الاوضة بتاعته عندما ايه؟ ينتهي من عمل الواجب يبقى هنا بولو فاعل الجملتين زي الفل يبقى الجملة بتاعت كواندو دي الزمن بتاعتها مستقبل مركب والفاعل لوي يعني التصريف التالت يعني سرا أو أفرا زائد البي بي تبقى أفرا فاطو طبعا الليل ايه؟ الاولى طبعا عشرين بيقول أفرا فيستو لابارتيتا لوي ذرا أكازاميا هنا بقى سيادتك عامل ايه؟ خدت بالك ان انا عندي جملتين واحنا انتفقنا يا شباب طالما طالب مني جملتين يبقى انا مش عايز كلمة دلة انا عايز كلمة تربط الجملتين ببعا زي الفل لاما كلمة دلة طبعا هنا ايه؟ لاما رابط شرطي اللي هو سيه؟ لاما رابط زمني اللي هو أبينا نون أبينا دوبو كي كواندو طبعا هنا أفرا فيستو طبعا الجملة دي مستقبل ايه؟ ده مستقبل مركب يبقى عايز رابط زمني يا شباب يعني أبينا نون أبينا دوبو كي كواندو طب لقيت مضارع مستقبل بسيط هجيب سي وانا مغمط تاني اي جملتين هاجينا في الامتحان يبقى انا عايز رابطهم ببعض لها جيب سيه؟ يبقى رابط شرطي لها جيب رابط زمني اللي هو أبينا ونون أبينا ودوبو كي كواندو لقيت بعد النقط مستقبل او بسيط او مضارع هجيب سيه لقيت بعد النقط مستقبل مركب هجيب طبعا ايه؟ كلمة دلة عن مستقبل مركب زي ما احنا ايه؟ حفظين طبعا هنا أفرافيستو ده مستقبل مركب فهجيب كواندو واحد وعشرين فيليمياي دوبو كي سو تشيسو فيستجارية مؤلجارة دوبو كي مستقبل مركب والفاعل فيليمياي اسم جامع رافاصلة معناها أنتم يبقى أفريتي أو سريتي زي ايدي البي بي يبقى الصح طبعا أفريتي أفوت طبعا أفتي أفوتو ده ماضي ركز احنا عايزين أفريتي أفوتو فريمو شوبين كواندو البردو دي صال دي كواندو مستقبل مركب بيردو ده لوي هو تصريف التالت تبقى صراء أو أفراد زي ايدي البي بي تبقى صراء إنيتسياتو صراء إنيتسياتو أبينة أبريجي تي تليفونيرو أبينة مستقبل مركب وما فيش فاعل محدد وما فيش كلمة تقولك من الفاعل أربطه بفاعل الجملة تانية تليفونيرو طبعا ده فاعل يتصل متصرف في المستقبل البسيط مع أنا يبقى فاعل الجملة الأولى أنا يبقى أول لما نوصل إلى باريس هتصل بي تبقى مين تبقى صارو أريفاتو التانية أبينة أفراء كونتراتو جوليا نوات إنسيمي ألتشينيما جميلة الجملة دي طيب أولا الزمن زمن إيه اوعى حد يقول لي مستقبل مركب لا يا أستاذي مستقبل مركب ليه ده هنا في كلمة قبنا في الأول جي بعديها مركب يبقى الجملة التانية مستقبل بسيط يبقى الزمن بقول لك أول لما أنا أقابل جوليا نقاط سويا إلى السينما طيب وهنا فاعل يذهب متصرف يبقى زمن الجملة مستقبل بسيط طب فاعل الجملة هو أينها ما فيش كلمة دلة على فاعل محدد بس ركز معايا مش هينفع عربطوا الاتنين ببعض يعني فاعل الجملة الأولى أنا بقول لك أول لما أنا أقابل جوليا يبقى فاعل الجملة الأولى إيه طيب لكن الجملة التانية ما فيش فاعل محدد ماشي بس في كلمة اسمها إين سيامي سويا طب معنى أن في كلمة سويا ها يبقى لازم الفاعل جمح يبقى بقول لك أول لما أنا أقابل جوليا ها هنذهب مع بعض صح أنتم يعني فهمي يبقى لازم الفاعل جمح يبقى مبدئيا كده يا شباب خدت بالك أن التصريف الأول ده مستقبل مركب إكس تصريف الثاني مستقبل مركب إكس تصريف الثالث مستقبل ضماضي إكس أندريمو ده مستقبل بسيط مع نحن تبقى صح طب إذ فريتشيلت أندريمو قلت أندرور تبقى غلط ما ينفعش أنا يعني هنا ما ينفعش أقول لك أول لما أنا أقابل جوليا أنا هزهب سويا إلى السينيما ما ينفعش لازم الفاعل جمح يبقى سنذهب سويا إلى السينيما هروح أنا وهي للسينيما يبقى طبعا أندريمو طيب بعد كده هنخش على فعل بياتشاري يا شباب قلنا فعل بياتشاري غالبا بيتصرف حسب اللي جاي بعدين طب أول جملة مين نقط أسكولتاري لكانسوني إيطالي يعني طبعا هنا طبعا هنا أسكولتاري فعل في الشكل المصدري فهنصرف في فعل بياتشاري التصريف الثالث هيبقى بياتشي يبقى فعل بياتشاري بيتصرف بياتشي لو بعديه اسم مفرد أو فعل في المصدر بعديه اسم جمع بيتصرف بياتشانو بس كده شباب يبقى أنا بيتصرفه حسب اللي جاي بعدين غالبا يعني مفرد اسم مفرد فعل في المصدر هنجيب بياتش اسم جمع هيبقى بياتشانو يبقى الجملة دي يبقى بيعجبني سماع الأغاني الإيطالية تبقى بياتشي طب الجملة الثانية تي لبيتزا إيطاليانا نفس القص لبيتزا مفرد مؤنس تبقى بياتشي طب اللي بعدين تي مولتو إي بياتي إيطاليانا هنا الكلمة الوحيدة اللي مالش علاقة بيها يا شباب هي كلمة مولتو ليه عشان مولتو هنا حال يبقى فين الفاعل إي بياتي الأكلات يبقى بيعجبني الأكلات الإيطالية إي بياتي جمع تبقى بياتشانو يبقى أنا فعل بياتشاري ببص على اللي جاي بعدين اسم مفرد فعل في المصدر بياتش اسم جمع بياتشانو الكلمة الوحيدة اللي مالش علاقة بيها هي كلمة مولتو ببص على اللي جاي بعدها طبقه سيلفيا ليس باكتتي بالنسبة لسيلفيا بيعجبها ليس باكتتي الماكرونة ليس باكتتي طبعا ليس باكتتي جمع تبقى بيض شنون طبقه كيارا مولتو لتشتاة إيطالياني بالنسبة للكيارا بيعجبها جدا المدن الإيطالية نفس القصة مليش علاقة بمولتو هبص على اللي بعديها تشتاة طبعا التشتاة دي تمشي مفرد وتمشي جمع لكن هنا في ليه وفي إيطالياني تبقى دي مدن يعني جمع تبقى بيض شنون التوفيق يا شباب كده يعني ادينا مجموعة من الأمثلة وإن شاء الله احنا مستمرين في المراجعة أسئلتكم تعليقاتكم معاياكم إن شاء الله على القناة وبإذن الله لحاول أن أنا أكامل معاياكم مراجعة المنهج بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته